موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم والبداية مع صحيفة الإكوانوميست التي نشرت مقالا بعنوان الحرب في سوريا لهذا لا يزال بشار الأسد في منصبه قالت فيه صباح الخير قال المذيع على أثير التلفزيون السوري فرد عليه المراسل السعيد من أحد مراكز الاقتراع صباح الديمقراطية مع توجه رئيس بشار الأسد إلى صندوق الاقتراع في الثالث من يونيو ليدلي بصوته ومع تحقيقه الفوز لفترة ثالثة تستمر لسبع سنوات بنسبة تصل إلى تسعة وثمانين بالمئة من أصوات الناخبين يأمل الأسد بأن الانتخابات التي عقدت فقط في نصف المناطق المأهولة من البلاد والتي تسيطر عليها قواته نسبياً سوف توفر نظامه شرعية جديدة والأمر الأكثر أهمية أنها تظهر أنه يسيطر عسكرياً على الأرض وربما حتى أنه بدأ بدفع مد متمرد المعارضة إلى الخلف كانت تقدم بطيئاً ولكن خلال التسعة شهور الماضية أو ما يقرب من ذلك تقدم نظامه على الأرض والفضل في ذلك يعود إلى حزب الله اللبناني الشيعي والمرتزقة المتنوعين والجيش الموازي الذي يحظى بتدريب إيراني والذي يطلق عليه اسم جيش الدفاع الوطني خلال الشهور الستة الماضية تحول المتمردون من حربهم ضد الأسد إلى جبهة أخرى ضد دولة الإسلامية في العراق والشام وهي من أكثر الجماعات الجهادية تطرفاً والتي تحوي على أكبر عدد من المقاتلين حتى جبهة مصر التي حظيت بمباركة القاعدة كفرع لها في سوريا تقاتل ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام علامة الاستفهام الأكبر التي تسيطر على نوايا الداعمين الرئيسيين للمعارضة خاصة أمريكا هو كما تقول النعوم بونسي من مجموعات الأزمات الدولية في بروكسل الأسلوب الستراتيجي سوف يتضمن زيادة الدعم للمجموعات الموثقة غير المؤدلجة ولكن السياسة الأمريكية ليست واضحة بعد قبل أن يلقي خطاب السياسة الخارجية في الثامن والعشرين من مايو قيل أن باراك أوباما كان لازال مرتبكا مرة أخرى حيال مساعدة المتمردين وفقا لأحدى التحليلات في واشنطن فإن الهدف هو تقديم مساعدات للمتمردين لتحارك كقوة مواجهة إرهاب فعالة ضد جماعات الملكة الدولة الإسلامية ولكن ليس بالقدر الكافي لترجح كفتهم ضد الأسد يقول ديفيد ريتشارد وهو قائد متقاعد من الجيش البريطاني إما أن تشكل جيشا أو لا تقوم بشيء إذا استمر المتمردون في ترقي الأسلحة الخفيفة والقليل من مضادات الدبابات وعدم تلقي أي مضادات طائرات فإن خطوط المعركة سوف تترسخ أكثر فأكثر مما سوف يؤدي إلى بداية تقسيم للبلاد نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الواشنطن بوست حيث علقت على قرار الرئيس السوري بشار الأسد إصدار عفو رئاسي عن السجنة الذين لا علاقة لهم بالإرهاب أشارت إلى أن أكثر من عفو عام صدر منذ بداية الانتفاضة السورية ونتج عنه إطلاق سراح المزيد من المجمين والمتطرفين الذين قالت المعارضة إن نظام أطلاقهم لتشويه الانتفاضة وصورة المعارضة في الخارج أما ناقدون السياسيون للنظام فلا يزالون خلف القضبان بمن فيهم المدونة السورية طل الملوحي التي سجنت قبل بداية الاحتجاجات المطالبة براحل الأسد وحكم عليها بالسجن مدة خمسة أعوام وكانت الحكومة واضحة في تعاملها مع الناشطين السياسيين الذين يدعمون الجماعة المسلحة وصنفتهم كإرهابيين واتهمت الحكومة عددا من القيادات في الائتلاف الوطني المعارض الذين يتلقون دعما من دول عربية وغربية بالإرهاب كما وشمل العفو الرئاسي المتطوعين الأجانب ولكن بشرط تسليم أنفسهم للسلطات خلال شهر من صدور القرار ويقاتل ألف المتطوعين العربي والأجانب مع الجماعات المسلحة خاصة الإسلامية المتشددة منها وقالت صحيفة التايمز البريطانية إنه لا توجد أي إشارة عما سيواجهه المعتقلون حالة الإفراج عنهم وإن كانوا أحرارا لممارسة حياتهم العادية أو مواجهة أمر بالتجنيد والقتال في صفوف الحكومة وتضيف الصحيفة إن العديد من المحللين توقعوا صدور العفو الرئاسي حيث يحاول المسؤولون التصوير فوز الأسد باعتباره نقطة تحول في النزاع نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة القدس العربي حيث كتب محمد كريشان مقالا بعنوان العفو في سوريا قلفي العفو الأكثر شمولا منذ بدء الأزمة هكذا وصف العفو العام الذي أصدره أمس الأول الرئيس السوري بشر الأسد عن الجرائم المرتكبة قبل التاسع من هذا الشهر ويشمل للمرة الأولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب وبالأجانب الذين دخلوا البلاد للقيام بأعمال إرهابية في حال تسليم أنفسهم عفو لو جاء قبل أن تتدحرج سوريا إلى هذا المستنقع لاعتبر حدثا بارزا يمهد طريق نحو تسوية كبرى متفق عليها بين النظام والمقاتلين ضده ومهما يكون من أمر فإنه لا مجال لإغفال العنصر الخارجي في الأزمة السورية فقد هرعت دول وأطراف مختلفة في شد أزر نظامي أو مخالفي وبغض النظر عن الاختلاف بين الصوابية من يهب لنجدة الظالم ومن يهب لنجدة المظلوم إلا أن نتيجة النهائية أن مأساة السوريين زادت بفعل هؤلاء وأولئك لا الأولون كانوا قادرين على حسم الأمور نهائيا لمصلحة الأسد ولا غيرهم كان قادرا على تغليب كفة المعارضين له رغم كثرة الوعود التي اتضح أن أغلبها عاجز أو كاذب أو مضل لا أحد غير الشعب السوري في اليوم الذي يقرر فيه مصيره بكل حرية دون وصاية من أحد لا من نظام أهانه وقتله وشرده ولا من جزء من معارضة أغرقته في الوحل عوضا عن نجدته لا أحد غير هذا الشعب يقرر متى يعفو وعلى من في انتظار ذلك ها هو يقول للجميع في الداخل والخارج منكم لله حديث الصحافة مستمر معكم مشاهدنا وننتقل إلى صحيفة المستقبل اللبنانية التي نشرت خبرا بعنوان الأزمة السورية بين الفيصل ولافروف جافي بحث وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس سبل تسوية الأزمة السورية باهتمام خاص في حين ردت الولايات المتحدة على انتقادات لقيادي بارز في المعارضة السورية بأن المساعدات العسكرية الأمريكية يجري توزيعها على جماعات معتدلة منتقى بتنسيق مع المجلس العسكري الأعلى وكان اللواء عبدالإله البشير قائد أركان المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر انتقاد إمدادات السلاح الأمريكية للمعارضة السورية معتبرا أن من شأنها أن تنشئ زعماء فصائل على النمط الصومالي وتقوض حلفاء واشنطن في القيادة العسكرية للمعارضة في المنفى نواصل مشاهدنا الكرام مع موقع الشرق العربي للدراسات حيث كتب زهير سالم مقالا بعنوان بينما يعلن السفير الأمريكي السابق فرد استقلت لأنني لم أعد قادرا على دفاعي عن سياسة حكومتي أقطبوا الائتلاف الوطني يدافعون ويبشرون ويجدلون في اعترافات خطيرة ومثيرة أدل بها السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فرد حول استقالته التي تقدم بها منذ ثلاثة أشهر قال السيد فرد استقلت لأنني لم أعد قادرا على الاستمرار في الدفاع العلني عن سياسة حكومتي في سوريا موقف السيد روبرت فرد موقف النبيل يشكر عليه السفير الإنسان الأخلاقي وهو موقف للقدوة من كل الذين يحصرون في مواقع يشعرون أنهم غير قادرين على الوفاء باستحقاقاتها فلو أن كل مسؤول في موقع مسؤوليته شعر بفقدان القدرة على أداء الدور المطلوب منه إنسانيا أو أخلاقيا أو مهنيا استقال أو اعتزل لما استمرت عجلة الشر في هذا العالم تدور عن هذا النحو الذي نتابعه في كل مكان هذه الأيام ولكن الذي يثير الحزن والأسى ويدفع إلى التأمل والتساؤل هو أنه بينما يضحي هذا الإنسان الغريب عن الأهل والدار بموقعه وبمستقبله السياسي لأسباب إنسانية أخلاقية لم أعد قادرا عن الدفاع عن سياسة حكومتي فإن أقطابا من رجال الائتلاف الوطني في سوريا ما زالوا ينغمسون في الدفاع عن السياسة الأمريكية وتمويهها وتسويقها وتبنيها وتقديم أنفسهم محامي دفاع عن سياسات تسببت حتى الآن في قتل ربع مليون إنسان من أبناء جلدتهم وتشريد ملايين الناس وتدمير الكثير من العمران السوري ليس من الحكمة الاندفاع في الحديث عن نيات الناس ودوافعهم ولكن المقارنة بين موقف السفير الغريب وبين كواكب السياسة المتعطشة للضوء والصورة لابد أن تفرض نفسها على عقل الإنسان وقلبه استقال السفير فرد ضحى بموقعه لعدم قدرته على الوقوف أمام المرأة حاملا عبء سياسة أوباما التي عنها يدافع ولها يروج وينصرها من يبشر بأنهم يدعون بأنهم ثوريون سوريون ولله الأمر من قبل ومن بعد حديث صحافة مستمر معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في موقع كلنا شركة حيث نشر خبرا بعنوان أسرار تكشفها مجد جدعان وصفت مجد جدعان شقيقة زوجة ماهر الأسد وصفت صهر عائلتها بالنزق والماكر والمتسلط مشبهة إياه بوالده حافظ الذي يعرف كيف يدمر ويقتل ثم يكذب ليداعي البراءة وترى مجد أنه ثم تتوزيعا للأدوار بين الشقيقين لحيث يبدو بشار كوجه لائق ومتحضر للنظام في حين يلبس ماهر وجه القمع الأمني وهذه نتيجة استخلصتها بعد معايشة طويلة عن قرب لدائرة الحكم بحسب تصريحات أدلت بها لموقع فرانس 24 ولا تخفي مجد جدعان مرارتها التي لا تنقصها السخرية في توصيفها لبشار قائلة يخال نفسه ذكيا جدا وهو محاط بأشخاص يؤيدون توجهه إنهم مذنبون لدعمهم وهمه باتخاذ القرارات الصائبة مجد التي قطعت أي اتصال مع شقيقتها إثر انطلاق الثورة عام 2011 تعتبر أن حياة عائلتها شهدت تحولات مدهشة منذ إقامة العلاقة بين شقيقتها وماهر وأنها لم تتوقع مخلطة هذه الأوساط على اعتبار أن والدها الراحل كان محسوبا على الطبقة الحاكمة حين نفذ حافظ الأسد انقلابه عام 1970 ثم انضم إلى المعارضة مع بدء إرساء الأب لنظامه الاستبدادي ليغادر إلى السعودية إثرى مطاردته ومنها إلى بريطانيا حيث استقر ودخل ميدان الأعمال واستطاع تكوين ثروة وليست هذه هي المرة الأولى التي تفضح فيها مجد خفايا مافيا الأسد وأزلمه إذ أعلنت سابقا عن تبرؤها من شقيقها باسل جدعان أحد شبيحة آل الأسد الذي لم يكن سوى بلاء كبير على كافة أفراد عائلتها بعد أن كانت وحدها ضحية تشبيحه وتنفيذ أوامر أسياده وبمعية أوامر مباشرة وقضاء فاسد أدت إلى إفقارها وتشريدها وخراب بيتها وإبعادها عن أولادها وسريقة أموالها وما تملكه من وثائق نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة عينب بلدي مقالا في افتتاحيتها بعنوا ليس رئيسا قالت فيه في الأشهر الأولى من الثورة السورية كان أكثر الثائرين تشاؤما يتوقع بقاء الأسد إلى انتخابات حزيران ألفين وأربعة عشر خصوصا مع تصريحات أصدقاء الشعب السوري بأن أيامه باتت معدودة وتعهداتهم بإيقافه عند خطوط حمراء تجاوزها واحدا إثر آخر واستمر الأسد في سلسلة جرائمه وانتهاكاته على مرأة ومسمع العالم ورغم ذلك أصر الشعب على ثورته مسقطا شرعية على الأسد ونظامه الذي استعانى بعد ذلك بميليشيات تسيرها وتدعمها حليفته إيران أو بمجموعة متطرفة تنخر في جسم الثورة مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالأسد وحلفائه وعلى نفس الوتيرة ارتفع الأسد فوق 150 ألف جثة أو يزيد ليصل الانتخابات 2014 ويرظمها كيف يشاء معلنا فوزه بولاية ثالثة لكن الحقيقة أن الأسد لم يعد رئيسا حتى على مناطقه ومقاتله ولن يخضع لأوامره ولو من باب المواني لأن هذه الولاية هي ولاية الفقه الإيراني على مقدرات سوريا وثرواتها وسياساتها والأسد ليس إلا حجر شطرنج بيد المال الطاهر وكما قال الإبن المدلل لطهران حسن نصر الله الحل في سوريا يبدأ وينتهي مع الأسد لأن المرضي ينفذ حرفيا ما يطلب منها على حساب السيادة الوطنية التي يتغنى بها ليل نهار لأن ذلك الأمر هو الوحيد الذي يضمن بقاء الدمية في موقعها وإذا كان لابد من تهنئة فإنها واجبة للخامنئ والمرجعيات الإيرانية لنجاحهم في ضم سوريا إلى الجمهورية الإسلامية على اعتبارها المحافظة الخامسة والثلاثين مهزلة الانتخابات على ركاكتها أثبتت للشعب السوري أن المجتمع الدولي لن يحرك ساكناً تجاه قضيتهم وأنهم اليوم رهائل للتسويات على مستوى المنطقة والعالم إلى إذا أكملوا طريق حريتهم مهما كانت التكاليف بهذا مشاهدين الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة